ونرجع نشوف الترتيب مرة ثانية تخيل معاي الهلال لو لم يكن منافساً للاتحاد على بطولة الدوري ايش كان الوضع الان كان الوضع الان بين المتصدر و اقرب منافس عشر نقار يعني شبه الدوري انتهى الاصل كل يدور عايش مراكز يعد المراكزة والاتحاد حسم الدوري طبعا انا عارف الاتحاد يقول هذا شي جميل صحي جميل لكن لما يتكرج على المنافسة لا الهلاليين بتابعون ولا النصراوين بتابعون ولا الشبابين بتابعون يعني خلاص صير القصة كلها في المراكز المؤخرة من الدوري والمقدمة تكون انتهت فشكرا النادي الهلال انه حافظ لنا على هالمنافسة عطانا يعني عطى الدوري شوي اثارة وحماس الى اللحظات الاخيرة على ذكر هذا الامر اليوم ارسل لي الحقيقة جدول ترتيب الدوري انجليزي الدوري الانجليزي شوف بعد كم جولة هذا قدامك الدوري الانجليزي الان بالوقف الحالي الدوري الانجليزي بالضبط باقي عليه هذه بعد نهاية الجولة 36 وباقي جولتين على انتهاء الدوري في انديا ركز معاي في الانديات راح تلاقي انديا لعبت 37 مباراة وانديا لعبت 36 مباراة وانديا لعبت 35 مباراة وفي انديا لعبت 34 مباراة يعني حتى البعض يقول طب المنافسة طب المنافسة مو عادلة هنا مو كلهم لعبين نفس المباريات بنفس التوازن نعلم نشوف عند احنا الدوري السعودي دوري الامير محمد بن سلمان قبل اربع جولات من نهايته تفرج قدامك 26 26 26 26 26 كما ننتقد رابطة دوري المحترفين السعودية اذا اتخذت قرارات خاطئة كما ننتقد اللجان العاملة في الرابطة او في الاتحاد السعودي لكرة القدم نوجه الشكر للاخوان في الرابطة الاستاذ عبد العزي الحميد والاستاذ احمد الراشد رئيس رئيس لجة المسابقات نحن قبل نهاية المسابقة باربع اشهر باربع اشهر باربع جولات و 26 مباراة لكل فريق فيها عدالة للتنافس للامام وفيها عدالة ايضا للهروب من مؤخرة الترتيب